اتفاع سهل الدولار الغير مبرر اللي كان قبل كده أدى إلى الناس كانوا بيتشتغل من مقاها بتوقعات يقول لك ده بكرة هيبقى بكذا ده بعده هيبقى بكذا وبالتالي هو كتاجر أو مصنع الخامة اللي عنده أو السلعة اللي عنده بيروح مقيمها بمنتهى السهولة على ما تخيله هو النهاردة بقى فيه واقع والحمد لله بنقول للمصريين كلهم وبنشكر دولة رئيس الوزراء والمجموعة اللي عملت الاتفاقية بتاعة مدينة راس الحكمة فابتدى بقى فيه دخل أو يعني مصادر دولارية جديدة تدخل للبنك المركزي وبالتالي ابتدى السوق يهدى انت لاحظتوا لسه الناس كلهم لحظة اول مسوق هدي حتى البضاعة اللي كانت موجودة لم يعد المبلغة في سعرها بل بالعكس الناس اللي كان عندها بضاعة آملة انتباحها بأسعار اكتر ابتدت تدفع بيها هذا الموضوع مع استقرار التعامل في الدولار وان شاء الله قريبا يستقر اكثر واكثر هنجد ان هناك انخفاض ملحوظة في الاسعار وانا توقعي يعني خلال من شهر الست اسابيع هنجد انخفاض لا يقل عن 20 ل25 في المية في الاسعار اذا الدكتورة المصلحة النهاردة بيقول لنا كمان خبر او اخبار كتيرة منها اللي همنا نتكلم من شهر لشهر ونص نتكلم على انخفاض في الاسعار لا يقل عن 25 في المية ده تصريح على لسان الدكتورة المصلحة وليس احمد موسى هيسيب وزير التموين وقول لك احمد موسى قال لكن انا بقول تصريح منسوب للدكتورة المصلحة ووزير التموين التجارة الداخلية انه من شهر لست اسابيع الاسعار هتنخفض على الاقل 25 في المية هكذا تحدث الدكتورة المصلحة ووزير التموين والتجارة الداخلية النهاردة زي ما حكوا شفتوا من شوية تصريحات الوزير ووزير التموين اتكلم على الدولار وقال لك طبعا بيهبوا فيه استقرار مع دخول يعني دفعة كبيرة جدا نتكلم على 10 مليار دولار الثلاثة اربعة ايام اللي فاتوا وبالتالي قدت الى استقرار الاسواق والاسعار وزي ما قالها تنزل اسعار مرة اخرى نتكلم ايضا على منظومة كلم على الشوادي